موسيقى مساء الخير مع كل مشاكل المنطقة إلا أن إسرائيل تبقى هي المسبب الرئيسي لكل الأزمات في هذه المنطقة ولأكبر التوترات فيها نتحدث في استراتيجي الليلة عن السياسة الإسرائيلية وأثر ذلك على احتمالية نشوب حرب في المنطقة ربما تسبق ما سميت بصفقة القرن أرحب بضيوفي المحامي محمد الحجوج عضو مجلس النواب الأردني السابق والدكتورة نادية سعد الدين مدير تحرير الشؤون الفلسطينية في جريدة الغد الأردني أهلا بكما دكتورة اسمحي لي أن أبدأ معك الولايات المتحدة ستنفذ نقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة قريبا برأيك هل سيعيد هذا التوترا إلى المنطقة نعم بطبيعة الحال لكن اسمح لي بالبداية أن أشكر أهلا وسهلا السلام الكريم أستاذ لا شك بأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده للقدس المحتلة في منتصف شهر أيار مايو المقبل هو يشكل أحد تبعات مايو سمى بصفقة القرن التي أعلنت الولايات المتحدة اليوم بأنها ستعلن عنها قريبا خلال فترة قريبة طبعا تبعات وتدعيات هذا القرار بدأت منذ فترة بإعلان الرئيس ترامب نفسه بالإعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي وهو بطبيعة الحال هو استلة نهجا مغايرا لكافة الإدارات الأمريكية المتعاقبة السابقة بوضع القدس ضمن إطار مفاوضات الوضع النهائي وبالتالي عدم اتخاذ أي خطوة مسبقة يمس ما يعرف بحل الدولتين الذي يشكل محل إجماع للمجتمع الدولي أنا أعتقد بأن خطوة مثل تلك لن تمر هكذا وإنما ستنعكس أثارها وتدعيتها كما شاهدنا خلال الفترة السابقة بحالة انتفاضة الفلسطينيين ضد القرار الأمريكي واندلاع المواجهات العنيفة والمتواصلة في مختلف أنحاء وعموم فلسطين المحتلة هذا على المستوى الميداني والذي أسفر بطبيعة الحال بفعل عدوان سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني أسفر عن وقوع عدد من الشهداء الفلسطينيين والجرحة وشن حملة واسعة من الاعتقالات بشتى مناطق الأراضي المحتلة وأيضا على المستوى الدبلوماسي شاهدنا هناك تحركات فلسطينية بالتنسيق والتعاون مع الأردن على مختلف الأصعدة من أجل مواجهة القرار الأمريكي بشأن القدس عدا طبعا عن ما تم اتخاذه في إطار الجامعة العربية وإن كان بحسب اعتقادي لا يرتقي إلى مستوى اللحظة الراهنة وحراجة ما تواجه الأراضي الفلسطينية المحتلة من عدوان إسرائيلي وما يرسم للمنطقة في إطار ما يسمى بصفقة القرن من مخاطر شديدة تعيد ترسيم المنطقة وتعيد ترسيم الخرائط السياسية في إطار محاولة التطبيع أو استباق التطبيع بين الكيان الإسرائيلي والدول المنطقة قبل حسم قضايا الوضع النهائي وبالتالي نتحدث عن تصفية للقضية الفلسطينية بما تحمل من قضايا جوهرية تتعلق بالقدس واللاجئة طيب أستاذ محمد الخمس عشر من أيار قريب الولايات المتحدة سربت ربما أو قالت علنا إنها لن تنقل السفارة في عام الفين وثمانية عشر هي الآن تنقلها خلال الشهرين المقبلين لماذا استعجلت الولايات المتحدة لم تكن ردود الأفعال العربية والإسلامية كافية لكي تؤخر على الأقل القرار يعني أخي عماد ابتداء مساء الخير ومساء الخير للمشاهدين مساء الخير لضيفتك العزيز الدكتورة يعني أنا بحكي ما بين الصفعة الصغرى والصفعة الكبرى هناك صفقة الصفعة الأولى وهي الصفعة الصفرة كانت قرار ترامب أما الصفعة الكبرى ستكون بالألية التنفيذية لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس وهذا الحكي كلها في مؤشرات يعني موجودة على أرض الواقع الفرق الفنية الموجودة من الخارجيين الأمريكيين الفرق الأمنية الموجودة مسألة القطعة الأرض وتحديدها والسكن الممكن يكون موجودة اللي هم شغلين في شهر ونصف الأمريكان يعني فلذلك سيكون هناك هدية من سيد الرئيس ترامب رئيس أكبر دولي موجود في العالم في ديركرا النكبة الفلسطينية على إشلاء الشعب الفلسطيني بإعلان السفارة الأمريكية أو بانطلاق أو افتتاح السفارة الأمريكية في القدس الشريف وهذه هدية إلى صديقه وزميله العزيز نتنياهو المؤشرات للإدارة الأمريكية خلال طيلة الفترات من ذو تسلم ترامب وتغيير في المفاهيم تغيير في الرؤية تغيير في آلية العمل يعني ممكن هالعشرين سنة السابقات كان الكل يضحك على الثاني أنه في مفاوضات الحل النهائي في القدس وفي الحدود كلها انتهت الآن خلال المرحلة القادمة عبر ما يسمى بالصفقة التي سيتم إقرارها أو خطة ترامب اللي بيتم التغريد لإله بطريقة أخرى أما كان هناك نوع من التأثير تحرك أردني تحرك فلسطيني تحرك جلالة الملك اللي مشهود لإله خلال الفترات فيما يتعلق بالقدس النظام منظومة العربية العالم الإسلامي أنا بعتقد أنه جاواني بالتأثير كانت بسيطة جدا على القرار الأمريكي بل العكس حتى موقف القيادة الفلسطينية بتحرك سواء مع الأوروبي وغير الأوروبي فقط الآن دول الأوروبي سيكون البسيط لوضع مكياج فقط طفيف جدا على ما سيتم طرحه وتنفيذه عبر إدارة ترامب لكن أنا بعتقد أنه ترامب له المقولة الشهيرة يقول كلكم تقولون ما لا تفعلون وأنا أفعل ما أقول فلذلك ما يريد ترامب خلال المرحلة القادمة سينفذ على أرض الواقع فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية فقط الحال الوحيدة اللي ممكن توقف هذه الهجمة مجموعة شباب موجودين داخل فلسطين طيب دكتور نادية هل ما يقال هو فقط تسريبات أم أن هناك فعلا حديث عن تفاصيل هذه الصفقة نعم يعني ما يحدث مؤخرا يعني بالإضافة إلى التسريبات التي تصدر ما بين الفترة والأخرى يعني هناك عدد من المسؤولين الفلسطينيين وكنت قد تحدثت إليهم في فترة سابقة تحدثوا بالفعل بأنه خلال اللقاء مع عدد من المستشاري البيت الأبيض كانوا يحاولوا معرفة الموقف الفلسطيني من الحل النهائي فيما لو اتخذ قرارات متعلقة بشأن القدس وطبعا استبعاد القدس واللاجئين من المفاوضات الوضع النهائي بطبيعة الحال أنا أعتقد بأنه الإدارة الأمريكية لا تمتلك استراتيجية ورؤية واضحة لحل الصراع العربي الإسرائيلي وإنما لإدارته فقط والتشبه في الإسرائيل أين الصفقة إذن إذا لم يكن هناك حل هذه الصفقة هي لا تندرج في إطار الرؤية الإسراتيجية لحل الصراع هذه خطة أمريكية إسرائيلية من أجل الفرض التطبيع من أجل فرض الكيان الإسرائيلي على المنطقة كوكول وتسوية القضية بأي شكل يكون مضمون وملامح الحديث بما يسمى صفقة القرن هي تقوم على الأسس التالية القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي هذا قرار لا رجعت عن بالتالي إخراج القدس واللاجئين من المفاوضات الوضع النهائي كاملا أيضا لتكن إحدى ضواحي القدس المحتلة عاصمة لدولة فلسطين المنشودة لتكن أبوديس أو أيا يكون لا خلاف بالنسبة للإدارة الأمريكية نشر قوات الاحتلال على طول نهر الأردن مع إبقاء السيطرة الأمريكية في منطقة الأغوار التي تتمسك بها سلطات الاحتلال وتعتبر منطقة استراتيجية في المنظور الإسرائيلي أيضا ليكون هناك نوع من التكامل والتعاون الإقليمي بإدخال وزج الكيان الإسرائيلي في المنطقة كنهاية لحل القضية الفلسطينية أيضا إبقاء المستوطنات داخل الضفة الغربية دون تفكيك أو إزالة وإنما الحديث يدور عن إزالة بعض المستوطنات البعيدة أصلا والمنعزلة والتي تضم أعداد قليلة جدا من المستوطنين فلا ضير لداء الاحتلال بإزالة هذه المستوطنات وتفكيكها ولكنها على المستوى الاستراتيجي لن تحدث فرق على الأرض الواقع وبالتالي نحن نتحدث عن رؤية إسرائيلية لا تخرج بالنسبة للكيان الفلسطيني المنشود عن حكم ذاتي محدود معني بالشؤون الحياتية للسكان باستثناء السيادة والأمن الموكولتين للاحتلال هناك أسس جوهرية تقوم عليها التيارات الإسرائيلية الأساسية في الكيان الإسرائيلي بمختلف توجهاتها اليمينية والدينية واليسارية بعدم الانسحاب إلى حدود الرابع من حزيران يونيو عام 67 قد يكون هناك تبادل للأراضي بما يضمن بقاء المستوطنات وعدم إزالتها تبادل الأراضي أين؟ في هناك حديث عن بعض المناطق داخل الثمانية وأربعين نعم تم الحديث في وقت سابق عن تبادل للأراضي ولكن لم يحسم مسألة النسبة وأيضا سلطات الاحتلال تريد تبادل الأراضي مع السكان وبالتالي إبقاء المستوطنين حيثهم وهذا الأمر مرفوض من قبل الجانب الفلسطيني أيضا تقوم الرؤية الإسرائيلية بعدم تقسيم القدس وبإسقاط حق العودة هذه الأسس الأساسية التي تقوم عليها الرؤية الإسرائيلية للحل الذي يمكن أن يتم التواصل لله لاحقا لا دولة لا حدود لا قدس لا حلم لمشاكل اللاجئين هذه ليست خطة أمريكية هذه خطة لنتنياهو ربما خطة نتنياهو يعني بلكن شوي أنا بدي أعزز موقف الدكتورة يعني فيما طرحت أنه الخطة المطروحة وما تم تسريبه هناك يعني تسريبات كانت سقفة عالة كثير يعني مسألة مصر والتبادلية وما التبادلية هذا الحكي كله ما في الشي منه وبما يخص غزة أنا بسميها مثل الحمل الكاذب يعني صارت القصة غزة لا يوجد هناك تعديل عليها غزة ستقوم غزة كما هي إذن أين غزة بالسخطة؟ ما طرح غزة فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي غزة ما تروح ضمن خطة ترامب أما فيما يتعلق بتبادلية وإن النوخة شوي من مصر ومصر بدهم يعطوهم شوي هذا الحكي مش موجود غزة لا يوجد هناك تغيير على الجغرافية ستقوم غزة لأبناء الشعب الفيس الموجودين على أرض غزة لكن ما يطرح الآن من ما يسمى بتسريبات فعلية وعملية بعتقد أنه كثير من القيادات الفلسطينية لديها العلم الكامل بمضمون خطة ترامب لكن بيقولوا أنه ما استلمنا هاش بصورة خطية والكثير من النظام الرسمي العربي بعتقد موجودة عنده التسريبات بطريقة أخرى بطريقة شفوية الوضع المقصود فيه أولا وأخيرا الضفة الغربية مش مسارة غزة الضفة الغربية لما ترامب بده يطرح وستكون أحدية الجانب للعلم مش شرط موافقة أبو مازن مش شرط موافقة القيادة الفلسطينية على ما هو مطروح الآن لكن أنا اللي بده أطرح طيب ما هي البدائل من الطرف الآخر وما هي استعدادات الطرف الآخر الآن حسب ما هو يعني مسرب أنه سيكون هناك إعادة نشر أو انسحاب قواتي أو الجيش للاحتلال إسرائيلي من مناطق ألف ومناطق بعض بمعنى ستكون هناك سيطرة فعلية للسلطة الفلسطينية على 42% من مساحة الضفة الغربية هذا مشروط في أوسلو أصلا لا لا الموجود أنا الآن ترامب بده يطرح خطته مباشرة بده نفذها نتنياهو حتى يحط أيضا السلطة في مازاق آخر هل السلطة الآن أو فيه هناك أليات عمل أن يكون هناك إحلال لقوات الفلسطينية محل القوات الإسرائيلية في مناطق أو السيطرة على 42% بالضفة الغربية ما هو كمان إحنا بدناش نظن نسمعه بدناش نظن نحنا في حالة غيبية وفي حالة سكون لما يصير فيه شيء على أرض الواقع يعني لما صار إنسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة كان على الأقل فيه نوع من البرمجة فيه إحلال مكان إحلال فيه مسألة المستوطنات لما تم إزالتها كان هناك قوات أمن فلسطيني الآن ستكون هناك جوانب المفاجأة على صعيد فلسطيني يعني الآن فيه عندك 42% ستكون سيطرة الفلسطينية لأنه مناطق ألف وباء من مساحة الضفة الغربية المستوطنات أمر واقع الآن راح تكون جزء من دورة الكيار الصهيوني بطريقة أو أخرى ما عاد تفكيك بعض البؤر زي ما ذكرت الدكتورة هو محدودة بالنسبة للقدس يعني هناك مشروع زي ما هو مطروح الآن هو انسحاب من بعض مناطق أو أحياء القدس ستكون من طرف الشرطة وقوات جيش الاحتلال وتصبح المسئولية السياسية والمدنية والقانونية مسؤولة السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بالقدس القديمة أو البلد القديمة والحرم المقدسي والمقدسات الإسلامية باعتقد ترامب سيطرح ضمن أفكاره أنه لا الجانب الفلسطيني يستلمها ولا الجانب الإسرائيلي يستلمها أنه وجهات أخرى هل سيتم تدويلها؟ هل ستكون هناك وصاية الوصاية الأردنية ستبقى على هذه المقدسات خلالها؟ هذه أسئلة هذه أسئلة حديث عن أنه سيطرة على الحائط الغربي لإسرائيل والسيطرة على الحائط الشرقي اللي يكون تحت المصائف هشمي والباقي فيما يطرح هو المقصود فيها الضفة الغربية أنا زي ما ذا كانت ابتداءا الوضع الأمني الشمولي على صعيد كل الضفة الغربية سيتكون بسيطرة الإسرائيليين سواء كان الغور الأردن أو السيطرة المطلقة لكن الأمن الفلسطيني سيكون مسيطر فيما يتعلق بالقضايا الجنائية في الشي دولة روابط القرى أفضل منها أخي عمادي اللي مطروح إشي مش طبيعي هو عبار عن إنهاء يعني عللوا علينا الدنيا وقامت الدنيا كل هيت لما تم الإعلان بطريقة أخرى فيما يتعلق بالقدس وفيما يتعلق بالصفقة وضيعونا وتواهونا الآن حتى قضية اللاجئين لا يوجد هناك تطرق لها وهي قضية اللاجئين هي الأساس للقضية الفلسطينية قضية اللاجئين يعني أنا بالنسبة لإلي أنا بحكيها بكل صراحة وأنا كمواطن أردني وأنا بالنسبة بأعتبر بلدي الدوائمة اللي هي بالـ 48 أهم من القدس القدس لكل المسلمين بس الدوائمة إلي بالنتيجة الآن ما في طرح حتى فيما يتعلق بقضية اللاجئين بطريقة أخرى لكن أنا أنا يعني لسة ما زلت بحكي طب الآن في حال إن سحبت قوات الجيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق ألف بها الأصل إنه القيادة الفلسطينية يكون عندها جانب الاستعداد كيف تتحط إيدها ولا ستكون مناطق فوضى حتى في مسألة القدس وفي بعض المناطق التي تتسحب أنا أعتقد الآن القيادة الفلسطينية طرقت للاتحاد الأوروبي ودوره فعلا كان دور إجابي على صعيد سياسي لكن الاتحاد الأوروبي ما زال يمارس بدبلوماسية بسموها دبلوماسية الشفايف يعني بمعنى أن يكون الصوت مرتفع لكن التنفيذ على أرض الواقع هو حسب ما يريد ترامب وهذا ما يمارسه الأوروبيين الآن بعطوا شوية مكياج للخطة حتى يتم تطبيقه على أرض الواقع لكن ربما في ضغط أردن على الاتحاد الأوروبي بما يخص هذا الموضوع أهم من ضغط يعني جلالة الملكة بتحركات الغير عادية في مسألة القدس كانت تحركات بناءة وصار فيه نوع من الضغط وصار فيه نوع من الحوار مع كل الجهات سواء كانت بالعالم العربي أو الإسلامي أو الأوروبيين أو حتى الأمريكان الآن شو التخريج اللي بدها تتم الآن ما في حدا عارف الآن عبارة عن تسريبات إش يمين إش شمال أنا مبارح سامع يعني بعض التصريح لا واحد من قيادة الفلسطين بيقول لأسبوع القادم بده يعلن تراب عن خطته في نوز الوخت كمان بيسمع أيضا من سفير الأمريكي اللي موجود في دولة أو في تل أبيب الآن موجود بيقول أنه والله إذا المستوطنات في الضغفة الغربية بدهم يزلوها سيكون هناك حرب أهلية داخل إسرائيل شوف لوين مسألة الطرح فلذلك إذا كان اللوبي كامل الأمريكي اللي شغال في القضية الفلسطينية سواء كان كوشنير ولا كان السفير الأمريكي موجود في تل أبيب ولا كان المسؤول عن منطقة الشرق الأوسط الثلاثة صهايا أكثر من نتنياهو واحد إلو بيت في القدس القديمة واحد إلو بيت في مستوطني في تل أبيب واحد إلو بيت في مستوطني موجود في بيت لحم بالنتيجة شو المخرجات هذه الخطة ستكون بالنتيجة المستفيد الأول والأخير هو نتنياهو لكن أنا ما زلت بحكي أنه الرهان الأول والأخير هو على الشعب الفلسطيني الموجود على الأرض الفلسطينية سواء بالـ 48 ولا في الضفة ولا في غزة لكن أن يكون هناك جانب الإجراء العملي أن يكون هناك جانب جدية من طرف القيادة الفلسطينية يجب أن يكون بفترة سابقة بعد إعلان ترامب مسألة القدس أو قبلها أن يكون هناك رسائل إيجابية من طرف القيادة الفلسطينية اتجاه سائل شعبها يعني لو كان هناك تشكيل لحكومة إنقاذ وطني لو كان هناك تشكيل لوحدة الفصائل الفلسطينية بطريقة أخرى مسألة القسام بالنتيجة المستفيد يعني الأصل أن يكون هناك جانب المحطيات لكن أنا بعتقد أنه الكل بيشتغل لمصلحة نتنيهو طيب دكتورة نادية فعلا من هذا التسأل تحدث عنه الأستاذ محمد هل وجود هذه الخطة الصفقة سميها ما شئتي هل وجودها يعني حتمية تنفيذها لا طبعا ليس بالضرورة ولكن يعني أود بداية أن أؤكد بأنه يعني حل الدولتين لم يعد ممكن التطبيق حاليا سلطات الاحتلال منعت أي إمكانية لإقامة يعني دولة فلسطينية أو كيان فلسطيني على الأراضي المحتلة بفعل المستوطنات لم يتبقى من مساحة الضفة الغربية سوى حوالي 22% فقط وهي مجرد ثمانية كنتونات منفصلة وغير متصلة جغرافيا وبالتالي نتحدث عن استحالة لإقامة دولة فلسطينية ضمن هذه المساحة المخصصة لإلها بغض النظر عن مدى تأكيد المجتمع الدولي بضرورة حل الدولتين ولكن ميدانيا هذا الأمر صعب أنا أعتقد أن المشكلة لا تكمن في مسألة الانسحاب من مناطق ألف وباء وحتى نعرف المشاهدين أكثر بأن هذه المناطق تم تصنيفها وفق مناطق ألف وباء وجيم تتعلق بأراضي الضفة الغربية تم تصنيفها وفق اتفاق أوسلو الفلسطيني الإسرائيلي عام 1993 تفاهمات أوسلو نبدأ بالانسحاب الكامل ونشير بأن مناطق ألف هي خاضعة أيضا للسلطة الفلسطينية الإشكالية تكمن في منطقة جيم وهي تشغل حوالي 62% من مساحة الضفة الغربية هذه المنطقة هي الأغنى من أراضي الضفة الغربية الأغنى اقتصاديا وبثرواتها الاقتصادية والطبيعية والسياحية يشكل 90% منها منطقة الأغوار التي تدخل ضمن استراتيجية المنظور الإسرائيلي وبالتالي نحن نتحدث هنا عن إشكالية كبيرة تتعلق بهذه المنطقة التي تريد سلطات الاحتلال الاستحواذ وإبقاء السيطرة عليها لو ذكرنا أيضا بأن حوالي 22% من هذه الأراضي الداخلة ضمن منطقة جيم غير مسموح للفلسطينيين بالبناء فيها عدا أن منطقة بمساحة شاسعة هي تعتبر محميات طبيعية ومناطق مغلقة عسكريا لأدركنا قتامة الصورة الموجودة أو القائمة حاليا في الضفة الغربية وبالتالي نحن نتحدث على المستوى الواقعي على أرض الواقع في ظل المتغيرات التي تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي في فرضها اتباعا وبالتالي لا توجد هناك أي إمكانية وعلى الأقل عندما نتحدث على المديين القريب والمتوسط لا توجد هناك أي إمكانية لإقامة حل الدولتين هناك بعض الأوساط حتى من داخل الكيان الإسرائيلي بدأوا يحذرون من خطوة حل الدولة الواحدة صحيح بأن هذا الحل يشكل هاجسا بالنسبة للجانب الإسرائيلي وهو يتناقض جوهريا مع أسس وركائز الفكر الصهيوني أساسا خاصة البعد الديمغرافي منه ولكن أنا بعتقد بأن سياسات سلطات الاحتلال العدوانية والانتهاكات الإسرائيلية المتوالية ضد الشعب الفلسطيني قد تقود إلى هذه الخطوة التي لا يريدها أحد بطبيعة الحال المكامن الخطورة تكمن في الوقت الحالي كما تفضلتم أستاذ بما يسمى بصفقة القرن هي محاولة لتسوية المنطقة وتسوية خرائطها وإعادة رسمها مجددا ولكن القضية الفلسطينية ستكون في غياهب المجهول في إطار هذه الصفقة الملامح هذه الصفقة كما يتم الحديث بشأنها باتت واضحة وأنا أعتقد بأن قرارات ترامب الأخيرة بشأن القدس وأيضا بشأن تخفيض المساعدات الأمريكية المقدمة لوكالة الأنروة وتقديم حوالي 60 مليون فقط من أصل أكثر من 370 مليون دولار سنويا هذا أيضا يشكل خطوة في هذا الاتجاه أيضا محاولة ابتزاز الجانب الفلسطيني بأنه سيتم حجب المساعدات الأمريكية المقدمة للسلطة الفلسطينية تحت طائلة عدم الذهاب إلى طاولة المفاوضات وبالتالي نحن نجد بأن هناك خطوات أمريكية يعني متجسدة على أرض الواقع وجميعها تذهب في هذا الاتجاه مسألة مدى إمكانية تطبيقها أنا أعتقد أنه ليس بالضرورة يعني حتى رغم هذا الحشد الأمريكي الإسرائيلي وأيضا بالتعاون للأسف مع بعض أطراف عربية بتجسيد مضامين صفقة القرن ومحاولة فتح الأبواب التي كانت مغلقة سابقا أمام الكيان الإسرائيلي والتطبيع معه أنا أعتقد حتى خطوة التطبيع حتى لو تمت فهي تتم على مستوى الأنظمة فقط وليس على الشعوب العربية الإسلامية الرافضة تماما لهذا الكيان الإسرائيلي والمناصرة لعدالة القضية الفلسطينية سيد محمد لن يتغير شيء على الأرض برأيك قبل أيام الحكومة الاحتلال حاولت فرض ضرائب مثلا على كنيسة القيام وعلى أملاك الوقف المسيحي في القدس وفشلت بذلك حتمية أن يتغير شيء على الأرض ليست أكيدة المسيحيين بالقدس كان لهم موقف كثير إيجابي لما أغلقوا كمان بالنتيجة وصلت رسائل لنتنياهو الآن العالم المسيحي سيقوم عليه هذا سبب تراجع الحكومة الإسرائيلية عن هذه الفضل لكن أنا بدي أرجع لما طرحته الدكتورة فيما يتعلق أولا الأمريكي بقول أنا بدي نفذ خططي مما في داعي للجانب الفلسطيني لموافقته هناك سلطة يعني الأمريكي بدي يطرح خططه بدي نفذها نتنياهو طب هناك طرفين موجودين للصراح في طرف الفلسطيني الزمان كان الطرف العربي والطرف الإسرائيلي لأن الطرف الفلسطيني والطرف الإسرائيلي طب كين بدك موافقته وين بده يكون محلي من الإعراب ودلالة على ذلك أنه حتى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في المؤتمر أو الاجتماع لا 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 قبل يومين ثلاثة كان فيه اجتماعات المجلس الثوري يقال بأنه كان يتحدث كلام المتأثر وكان يتحدث بأنه هذا اللقاء الأخير اللي ممكن يكون بينه وبينك وأنا بالنسبة لي لن أنهي حياتي كخائن هذا كان مطروح بالاجتماعات وأنا أحسن على بعض من القيادة الفلسطينية لأنه يجب أن يكون هناك الشيء اللي ممكن يقدمه أبو مازل على صعيد القضية الفلسطينية ضمن الجو السياسي وهو لا يؤمن قطعيا بأي عمل عسكري من تاريخه يعني مش من اليوم ومش من حد ما استلم بالنتيجة الإسرائيليين مش رايحين يلاقوا أفضل منهم في المراحل القادمة وهو يرفض له وهم بدهم مش بدهم مش لا بدهم سلام ولا بدهم بدهم مش نفضل بدهم إياه حتى المناطق اللي احنا بنحكي فيها ألف ومنطقة سيطرة فلسطينية ما احنا كل يوم هايوة قوات الاحتلال تدخل على نص نابلسة بتعتقل وتأخذ المدها إياه أنا بعتقد الأمور خلال مرحلة قادمة عصيبة في جانب التأثير والتأثر فيما يتعلق بالقيادة الفلسطينية من حالة التغيير حتى الرئيس الفلسطيني يعني تحدث وقال إنه هاي خليفتي محمود العلول على صعيد فتح يعني هذا قبل يومين هذه الاجتماعات فلذلك كأنه يعني الأمريكان وما يعتقد أنه الأمريكان مقدين فيه قرار خلال المراحل القادمة يعني هسه هو موافق مش موافق ما فيه حدا بعرف لكن لسه ما زال الموقف الفلسطيني صلب يعني فيما يتعلق بمسألة التنصيق الأمريكي لكن أنا اللي بحلله يعني خلال هلا المراحل هذه على صعيد فلسطيني إنه هناك اختلاف في الرؤية اختلاف في العقيدة حتى في مؤسسات العسكرية والأمنية الفلسطينية ما بين مرحلتين مرحلة أبو مازن ومرحلة شهيد البطل ياسر عرفات أنا اللي بتمنى أن تكون المؤسسات الأمنية والمؤسسات العسكرية حاملة الشعب الفلسطيني وأن لا تكون جيش لحد خلال المراحل القادمة اتجاه شعبها أنا بتمنى أن يكون هناك تشكيل لقيادة فصائلية من كل القوى والفصائل الفلسطينية إذا إحنا بدنا نرد فيما يتعلق فيما يتم التطرق ممكن الآن في حالة السكان وحالة ضعف على صعيد عربي لكن أنا بعتقد أن الشعب الفلسطيني والأمي الفلسطينية واللادة بالنتيجة عشرين واحد من الشباب تعيين الثمانتعة وثلاثة عشر سنة سيستطيعوا إيقاف وإعادة القضية الفلسطينية إلى المربع الأول حتى لو كانت كل القوى الظالمية سواء كان الغرب ولا كانوا الأمريكان بدهم يفرض رؤيتهم بطريقة أخرى لأ الأمريكي بدهم يفرض رؤيته بعنجهية بطريقة أخرى بدهم تنفيذها عن طريق نتنياهو بما في داع إلى القيادة الفلسطينية أو السلطة يعني على الأقل لما كان الناس موجودة في ظل وضع بأتذكر في السبعينات لما يسمى بروابط القرى كان فيه جوانب ما بين الناس المربوطة بالاحتلال وما شابه فيه شوية تنظير بس أنت مش مخليه مجال يعني فيه شيء اسمه قيادة الشعب الفلسطيني مثل منظمة تحل الفلسطينية كمان أنت بدك تنفيذ خطتك كأمريكي وبدك شيئا يعني مش معني أنه تحكي معه ولا ما تحكي معه بسيط لكن كمان في نفس الوقت القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني الموجود والرهان الأول والأخير ما زلت بحكي هو الموجود في الضفة في 48 وفي قطاع غزة الرهان الأول يعني أن تكون البوتقة مسألة المساعدات هي الأولى والأخيرة طبعا هي كانت الضفة الغربية بالثمينانة بالانتفاضة الثانية يعني شوها المصاريه كانت تصل شوها الموظفين الشعب صامد وموجود على أرضه بالنتيجة اللي عايش جدود جدود من 4-5 آلاف سنة عايشين في نابلس وعايشين بالخليل وعايشين بالضفة الغربية مين بده يمنعه لكن أنا بعتقد يجب على القيادة الفلسطينية أن تقوم بحالة تغيير كاملة فيما يتعلق بإلاقاتها وبمواقفها وأن تعمل مع شعبها وأن تكون هذه المؤسسات للسلطة الفلسطينية حاملة الشعب الفلسطيني لكن ما يحدث الآن في ظل أجواء مقيتي وسودوية يعني أنا مش متأكد دكتورة نادية الحروب دائما يكون لها أهداف سياسية قد تمهد لها هل ستلجأ إسرائيل للإشتعال حرب أو في المنطقة لكي يتمهد لهذا الحل الذي لن يقبله أحد في هذا الوضع الراهن نعم يعني أنا بعتقد بأنه قد تكون هناك مواجهة عسكرية قادمة ولكن في ظل التوترات الأخيرة التي شهدتها المنطقة بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني أنا أعتقد أن ساحة المواجهة بالمدى المنظور على الأقل لن تكون لبنان وإنما هذا التوتر الذي تم إفتعاله من قبر سلطات الاحتلال تجاه لبنان إنما عين الاحتلال على سوريا تحديدا وبالمواجهة ضد إيران بشكل محدد أكبر سلطات الاحتلال افتعلت توترا في الفترة الأخيرة مع الجانب اللبناني عند إثارة أو فتح ثلاثة ملفات بالتحديد بناء جدار حدودي اسمينتي على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة أيضا الادعاء والزعم بوجود منصات أو بوجود مصانع صواريخ إيرانية داخل لبنان وأيضا محاولة السيطرة وقدم الأراضي اللبنانية من خلال افتعال الإشكالية المتعلقة ببلوك 9 وهو الحقل النفطي البحري الذي تبلغ مساحته مساحة شاسعة جدا تصل إلى حوالي 1700 كيلو متر مربع افتعال سلطات الاحتلال بأنه يدخل ضمن نطاقها المحتل بطبيعة الحال وليس ضمن المياه الإقليمية اللبنانية بطبيعة الحال الجانب اللبناني يؤكد بأن هذه اعتداءات خطيرة وانتهاكات لأسيادة اللبنانية هذا الحقل يقع بما يحتويه من كميات هائلة وثروات طبيعية نفطية وغازية هي تعود لأسيادة اللبنانية قد تكون هناك الإشكالية تكمن في حوالي 5% من النسبة الإجمالية لهذا الحقل قد يكون مدار نقاش وجدل ولكنه خاضع في النهاية للقانون الدولي نعم للتحكيم نعم للتحكيم ولكن التحكيم الدولي لا يمكن إمكانية أن يتم في هذه الحالة لأنه نحن نتحدث عن تحكيم بين أطراف متنازعة تذهب بإرادتها السياسية إلى هذا التحكيم الدولي ولكن في هذه الحالة لا توجد هناك أي إمكانية مسألة التحكيم الدولي مستحيلة لأنه نتحدث عن لبنان تعتبر الكيان الإسرائيلي هو عدو وهي في حالة حرب ومواجهة مستمرة وبالتالي التحكيم غير قائم حاليا من وجهة النظر القانونية اللبنانية لكن لنعود بالحديث عن هذه الإشكاليات والتوترات التي افتعلتها سلطات الاحتلال مؤخرا الحديث عن هذا الجدار الحدودي وهو مسألة خطيرة جدا لأنه محاولة لقدم متوالية للأراضي اللبنانية وتحديدا 13 نقطة هي لبنان تؤكد بأنها تعود لأسيادة اللبنانية هي كانت مناطق متحفظ عليها لبنانيا منذ الانسحاب الإسرائيلي من لبنان عام 2000 ومن ثم العدوان الإسرائيلي عام 2006 على الأراضي اللبنانية أنا أعتقد أنه محاولة قيام سلطات الاحتلال باللعب على هذه الأدوات هي مجرد أوراق ضغط ضمن الاستراتيجية الأمريكية التي كنا نتحدث عنها آنفا وهي خطة ما يسمى صفقة القرن هذه التوترات المفتعلة إسرائيليا هي محاولة للضغط على لبنان من أجل جره إلى المفاوضات في إطار ما يسمى صفقة القرن هو جزء من التسوية بطبيعة الحال فيما يخص اللاجئين عند هذه النقطة التي ذكرتها الدكتورة نادية يعني إسرائيل تضغط لا تريد حرب مع حزب الله أو مع سوريا بتأكيد يعني أنا بلكن بقر للدكتورة فيما تطر أنه هناك فقط خلق جوانب توتر يعني مثلا سوريا قبل شهرين كانت هادية طب شو اللي قيم الدين في مارطة خلال هالسبوعين اللي فات جونا في إفرين وجونا في الغوطة يعني في قصة بأعتقد هناك توافق أمريكي روسي على الموضوع هاي إذا كان هناك جوانب ضربة العسكرية من طرف قوات الاحتلال ستكون بأعتقد أو تحليل إلى غزة وليس لسوريا ولا للبنان الحلقة الأضعفة اللي هي موجودة خلال المراحل القادمة لتنفيذ ما تبقى فيما يتعلق ما الفائد حتى لو ضربة غزة هو ضرب بؤر المقاومة اللي موجودة في غزة لأنه بالنتيجة اللي بيحمل السلاح ولي موجود في إدم السلاح وزي ما باعتبروا الآخرين السلاح غير شرعي يعني بمعنى وهو سلاح المقاومة موجود في غزة حزب الله لا يعتبروه اللبنانيين أو يعني جانب ما يسمى بالمقاومة يعتبروه السلاح مقاومة لديه مئات الألاف من الصواريخ خصوصا لبنان وحزب الله وسوريا ستكون ضمن الصفقة الإقليمية الموجودة بالنتيجة حزب الله مرتبط في إيران وإيران جزء بعلاقات الاستراتيجية الآن مع الروس الروس الآن هو وكيل يعني بطريقة مباشرة ولا غير مباشرة لإيران ولا العراق ولا المنطقة بطريقة أخرى أو لسوريا لكن بالنتيجة حالة الاتوازن الموجودة الآن والتوافق ودلالة على ذلك أن الرئيس الفلسطيني لما زار موسكو بالفترة الأخيرة يعني قبع ظن يتأجل اللقاء 24 ساعة ولما دخل عليه بوتين الرئيس محمود عباس قال له أنا قبل شوية كان يحكي معي ترامب فيما يتعلقه وأكدت على مسألة الصراع يعني كمان يعني فيش إشي يبيجي من فلان دلالة على أن هناك توافق روسي وتوافق أمريكي في كل ما سيتم طرحه خلال المراحل القادمة في المنطقة سواء سواء الخطة ترامب وللوضع في سوريا وللوضع في لبنان بالنتيجة إذا بده يصير صفقة بده يصير صفقة مع الكل طيب كل واحد له كلاو الدكتورة يعني لن يختلف أحد على عدوانية إسرائيل مع العرب وإن كان البعض يقول غير ذلك هذه الأيام نعم لكن هل يملك حزب الله تعاطفا من المنطقة العربية الإسلامية كما حدث في 2006 مثلا خاصا بعد سبع سنوات من تورطه بالأزم السورية نعم أنا أعتقد بأن المسار العام إذا جاز التعبير مسار التضامن والتعاطف العربي الإسلامي تجاه حزب الله قائم وموجود ليس فقط بالألفين وستة وإنما ما قبل ذلك بكثير كونه هو جبهة مقاومة مساندة للمقاومة الفلسطينية ومقاومة للاحتلال الإسرائيلي بطبيعة الحال لا شك بأن هذا المسار قد تذبذب نوعا ما ببداية الأزمة السورية في عام 2011 وبسبب تدخل حزب الله في الساحة السورية نتيجة كما أعتقد بأنه قد يكون هناك نوع من عدم الإدراك في بداية الأمر لمغزة وأهداف هذا التدخل ولكن بعد حين تغيرت هذه الأجواء عند إدراك بالفعل حقيقة ما يجري في الساحة السورية وليس كما تم تصويرها في بداية هذه الأزمة أنا أعتقد بأنه ليس فقط الذي تغير هو موجة هذا التعاطف والتضامن مع كل مقاوم ضد الاحتلال وإنما أيضا هناك كثير من المتغيرات التي حدثت على مستوى المنطقة تجاه الأزمة السورية ونحن هنا نتحدث على مستوى دول إقليم أنا أريد فقط التأكيد هنا بأنه كما أعتقد بأنه سنشهد في المرحلة المقبلة مواجهة من نوع جديد بناء على المعادلة الأمريكية الجديدة التي تحدثت بها في شهر كانون الثاني يناير الماضي وهي الخطة الأمريكية الجديدة في المنطقة تحدثت عن أربع قواعد أساسية من شأنها أن تغير قواعد اللعبة حول الثقل الأمريكي بإنشاء قوة عسكرية في الشمال السوري حول دعم القوات الكردية حول الجزم ببقاء الولايات المتحدة في سوريا وأيضا الموقف المعادي للرئيس السوري بشار الأسد وأيضا مواجهة النفوذ الإيراني هنا بطبيعة الحال سنشهد مواجهة وإن لم تكن معلنة مواجهة أمريكية روسية يعني أنا أعتقد بأنه مواجهة عسكرية تخصدين أم حرب باردة يعني هي حرب باردة موجودة يعني المواجهة العسكرية قائمة في سوريا بالوكالة بالوكالة نعم ولكن كيف نتحدث بالوكالة عند الإشارة إلى الطائرة الإسرائيلية على سبيل المثال التي تم إسقاطها مؤخرا وهذه حادثة غير مسبوقة والطائرة الروسية نعم نفس الوقت كل أين نعم في الساحة السورية ولكن هم يريدون إعادة بناء سوريا جديدة سلطات الاحتلال تريد أن تكون حاضرة في هذه الاستراتيجية والخطة التي يعاد رسمها في المنطقة وهذا بدليل الغارات الإسرائيلية الكثيفة في الفضاء السوري أيضا الرفض التام لوجود إيراني في الجولان بزعم أن الجولان هي جزء من الكيان الإسرائيلي الجولان المحسن ليس إسرائيل من ترفض هذه النقطة معظم الدول ترفض هذه النقطة ما فيها الأردن أن تصل إيران إلى الجنوب السوري والجنوب الغربي السوري اسمح لي أستاذ محمد أعود لأربط هذا بالموضوع الفلسطيني حماس والجهاد هم الفصائل الأقوى والأكبر في قطاع غزة وهم من يمتلكوا مقاوم مسلحة الآن في غزة لكن العلاقة بين حزب الله من جهة وإيران من نفس الجهة عفوا مع الجهاد الإسلامي وحماس هل ستلعب دورا فيما يخص مثلا التأثير على هذه الصفقة المقبلة أو محاولة تخريبها أو مفشالها أنا بل كنت ذكرت أن هذه الصفقة ستكون على صعيد إقليمي يعني ممكن يكون هناك تفاهمات ما بين الأمريكي وما بين الروسي وبالنتيجة الروسي إلو وكلاء من وجهة نظر القوي تحتاج لتقليم أظافر قبل تنفيذها راح يكتم الروسي إلو وكلاء والأمريكي إلو وكلاء وكل واحد بمون على زي كفير الوفا وكفير الدفاع هيك قضية تنصرت فيما يخص حماس وإن عشاني فلذلك حماس لها جوانب العلاقة وبلكن توططت خلال المراحل السابقة مع الإيراني ممكن صار في نوع من حالة الفاتور فيما يتعلق بالأحداث بسوريا لكن الجهة الإسلامي أيضا لها جوانب العلاقة لكن بالنتيجة بأعتقد مسألة الوفد الأمني المصري اللي موجود الآن في غزة سيكون له دو جوانب التهدئة والرسائل التي تبعت من طرف الفلسطيني سواء بفصال المقاومة أو ما شابه أنه إحنا مش معنيين في الحرب وحقيقة يعني أنه الأوضاع الموجودة والمأساوية في غزة تستدعي بأن لا يكون هناك حرب لكن هل هذا الحكي كله يتو أن نتنياهو سيلتزم فيه أنا بأعتقد سيكون هناك بعض الضربات الموجعة لبعض مناطق واغتيال بعض قيادات فصائل المقاومة لأنه مثل ما ذكرت الدكتورة أن غزة هي الحلقة الأضعف على الصعيد الفلسطيني فلذلك البكج كامل إقليميا سيمر بطريقة أخرى ضمن صفقات ممكن تكون شوية في سوريا شوية في العراق شوية في لبنان والأقدر سيكون الخاسر ستؤثر لو قامت اليوم إسرائيل بضرب حزب الله لن تتدخل حماس والجهاد برأيه لا أعتقد يعني إذا القدس بقرار غير عادي بتم اتخاذه لنقل السفارة يعني ما شفناه شيء يعني ردود فعل فيما يتعلق بإخوتنا يعني على الأقل لأصحاب الباع في المقاومة في غزة تجاه الإسرائيلي عسكريا أنا بحكي ما صار شيء هذا القدس كما مش إشي تاني يعني كيف لما إذا ضرب حزب الله لا بده يصير في نوع من الحراك وفي تجارب سابقة يعني موجودة يا أخي عماد يعني في هذه المسألة لكن بالنتيجة الكل الآن في أزمة بيحاولوا مر في الأزمة أنا بعتقد يعني والشيء اللي طرح خلال الفترات السابقة بجوانب المصالحة الفلسطينية الفلسطينية لو تم تنفيذها على أرض الواقع ستكون عبارة عن ردة فعل إيجابية للشعب الفلسطيني اتجاه ما يتم التخطيط لأله سواء أمريكيا ولا إسرائيل دكتورة هل هناك حتمية لنشوء حرب في المنطقة قبل تمرير الحل السياسي يعني أنا بعتقد بأنه سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تريد المواجهة حاليا كما لبنان وحزب الله لا يريدون المواجهة هناك أولويات عند الاحتلال وأيضا عند الجانب اللبناني في هذه المرحلة بالتحديد الأولوية هي حلوة تسوية الأزمة السورية بالنسبة لسلطات الاحتلال وكما وجدنا أنه صحيح افتعل هذه النقاط النقاط التوتر المتوالية مؤخرا ولكنه اعتمد جانب التهديئة خاصة بعد إسقاط الطائرة الإسرائيلية وبعد الوعيد الذي شهدنا ولكنه لجأ إلى التهديئة لأنه لا يريد الانفصال عن الخطة الأمريكية الأشمل في المنطقة ومحاولة تسوية الأزمة السورية هي تقع في المقدمة الآن كأولوية على أي مواجهات قد تكون فرعية لا أكثر طيب أتحول معك وأنهي معك أستاذ محمد بنفس السؤال هل هناك حتمية لنشوء حرب برأيك في المنطقة تسبق صفقة القرن والله هذا الحكي لو حكيت ليها قبل 2011 بقول لك ممكن بس الآن يعني الحرب مع مين مدام فيه ناس بتشتغل بطريقة أخرى طيب قبل شهرين كانت سوريا هادئة ومستكينة وفيه حلول رؤية ممكن موجودة قلال عشر تيام صار مليون ألف بقر التوتر موجودة فلذلك يعني أنا زي ما ذكرت الدكتورة الإسرائيلي غير بعني وحتى الأطراف الأخرى سواء اللبناني ولا الإيراني كمان أيضا غير معنى بأن يكون هناك نوع من حالة المواجهة العسكرية لكن أنا بأعتقد إذا بده يصير فيه ضرب فقط سيكون لبعض بؤر مقاومة موجودة في قطاع غزة وارتيال بعض القيادات المقاومة الموجودة في قطاع غزة بالنتيجة يعني أخي عماد أنا بحكي وما زلت بتحدث أن الرهان على الشعب الفلسطيني الرهان على كل من هو مقيم على أرض فلسطين سواء في غزة ولا في الضفة ولا في الثمانية واربعين ولا إخوتنا المقادسة وإحنا الآن يعني في ظل هذا الخضام قضية اللاجئين أصبحت غير موجودة حتى على الطاولة لكن هناك رهان ورهان الدبلوماسي وسياسي رهان على الدولة الأردنية ممثلة بجلالة الملك لأنه هذه ورقة قوية في إيد الدولة الأردنية قضية اللاجئين ومسألة القدس كمان ومسألة الحدود فلذلك الوضع الفلسطيني على سعيد القيادة الفلسطينية الله يكون بأونه خلال المراحل القادمة لأنه هو الآن في وضع يحسد عليه شكرا جزيلا لك المحامي محمد الحجوج عضو مجلس النواب الأردني السابق والدكتورة نادية سعد الدين مدير تحرير شؤون الفلسطينية في صحيفة الغد الأردنية عزيزي المشاهدين دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة